اشتركوا في القناة 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 في درس النشاط الصناعي في العالم وده خدناها في إقليم غرب وسط أوروبا الصناعي يعني عارفين أن إقليم غرب وسط أوروبا الصناعي هو أقدم الأقاليم الصناعية في العالم إقليم غرب وسط أوروبا الصناعي ليه يعتبر أقدم الأقاليم لأن في هذا الإقليم قامت الثورة الصناعية في بريطانيا لإنجلترا وأن هنا انتقلت الثورة الصناعية من بريطانيا إلى فرنسا ثم ألمانيا وانتشرت في باقي دول العالم فهنا إقليم غرب وسط أوروبا هو أقدم الأقاليم الصناعية في العالم من أسباب نجاح هذا الإقليم وجود الوحدة الاقتصادية الأوروبية ليه؟ إيه اللي ترتب على قيام الوحدة الاقتصادية الأوروبية؟ نشوف كده إلا الإجابة بتاعتنا هنا أول نتيجة التكامل في الجوانب الاقتصادية والصناعية وحماية منتجات إلا الوحدة الأوروبية جمركياً أيضاً ده ساعد على نشاطها التجاري ده كمان في حاجة مهمة جداً إن الوحدة الاقتصادية الأوروبية دي في حالة تعرض أي دولة في الاتحاد الأوروبي لأي اللي هو انهيار اقتصادي أو لأزمة اقتصادية تلاقي تدعيم من هيئة الاتحاد من؟ الأوروبي يبقى الوحدة الاقتصادية الأوروبية أدت إلي حدوث تكامل في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصناعية بين دول أوروبا وحماية منتجاتها جمركياً يعني لا جمارك بين هذه الدول وتدعيمها من جانب هيئة الاتحاد الأوروبي ده سؤال نركزه لأن ده موضع أسئلة بصفة مستمرة السؤال اللي بعد كده أقول لي ما العلاقة بينها ما العلاقة بين الزراعة الكثيفة والأيد العاملة الزراعة الكثيفة والأيد العاملة لازم عشان أجاب السؤال زي ده أبقى فهم يعني إيه زراعة كثيفة في الحلقة الماضية قلنا إن الزراعة الكثيفة هي زراعة الأرض بشكل مكثف أكثر من مرة واحدة في السنة وبأكثر من محصول واحد طالما أنا حزر على الأرض أكثر من مرة واحدة في السنة فأنا محتاج أيدي عاملة كثيرة أنا هتمر بعمليات عديدة في نفس الوقت الزراعة الكثيفة بيبتوجد في الدول المزدحمة سكانيا يعني ذات الكثافة السكانية المرتفعة وبالتالي لم أقول لي إيه العلاقة بين الزراعة الكثيفة والأيد العاملة أقول له العلاقة يا جماعة إن الزراعة الكثيفة تنتشر في مناطق الكثافة السكانية المرتفعة وبالتالي تعتمد على أيدي عاملة كثيرة ده بالنسبة لهذا السؤال السؤال الثاني بيقول لي ما العلاقة بينها ما العلاقة بين الطاقة الكهربائية وصناعة الألمونيوم طبعاً إحنا عافين إن صناعة الألمونيوم تعتمد على خام إيه؟ البوكسايت واتفقنا أيضاً وقلنا إن خام البوكسايت الدول اللي بتنتجه معظمها الدول النامية زي عندنا أستراليا وزي الهند والصين والبرازيل وزي أيضاً ناميبيا دي دول كلها دول نامية بتنتج البوكسايت وتفتقر إلى مقومات صناعة الألمونيوم ولذلك لما أقول لي هنا إيه العلاقة بين الطاقة الكهربائية وصناعة الألمونيوم نقول كده تعتمد صناعة الألمونيوم على طوافر الطاقة الكهربائية لتحويل البوكسايت إليه إلى ألمونيوم ولذلك قلنا إن الدول الرئيسية في صناعة الألمونيوم هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان ليه؟ لأنه بيتوفر فيها شروط صناعة الألمونيوم ده بالنسبة لهذا السؤال سؤال آخر بيقول هنا مقول الدول المنتجة لو إحنا فاكين في الحلقة الماضية كنا بدأنا سؤال مقول القرار لا إحنا هنا بنقول في السؤال دلوقتي مقول الدول المنتجة ممكن نجيب لك اللي هي النقطة دي في اللي هي الإنتاج الزراعي ممكن نجيبها لك في الإنتاج الحيواني أو السروة الحيوانية والسماكية ممكن نجيبها لك في الإنتاج التعديني ومصادر الطاقة في اللي هو المنهج بتاعنا اللي هو في اللي هو الوحدة الأولى مقول الدول المنتجة للحوم إحنا عارفين الدولة الأولى في إنتاج اللحوم هي دولة مين؟ الصين ومعظم إنتاج اللحوم الحمراء في الصين يأتي من لحوم الخنازير لأننا قلنا أن الصين تمتلك نصف عدد الخنازير في العالم فلما يقول لي هنا يا جماعة لو قال لي إيه أولى دول العالم انتاجا لللحوم الحمراء قلوه الصين اتفاقنا أيضا قلنا أن استهلاك العالم من اللحوم الحمراء بدأ يزيد بمعدل سريع جدا ليه زاد معدل الاستهلاك العالمي من اللحوم الحمراء قلنا لارتفاع مستوي المعيشة وزيادة عدد السكان أيضا ما أولى الدول انتاجا للألبان قلنا أكثر الدول انتاجا للألبان هي الهند ليه؟ على اعتبار أن الهند هي أكثر دول العالم امتلاكا للأبقار ولكن اتفاقنا وقلنا أن الأبقار في الهند ليست ذات قيمة اقتصادية أو الأبقار في الهند محدودة القيمة الاقتصادية ليه؟ لأن طائفة الهندس الهند بيقدسون الأبقار وبيحرموا إلوها بيعها أو زبحها وبالتالي حلائهم ما بيكلوش لحوم الأبقار لكن يستفيدوا من ألبانها إذن الدولة الأولى في إنتاج الألبان هي الهند ما الدولة الأولى في إنتاج الأصواف؟ الدولة الأولى في إنتاج الأصواف هي أستراليا وإستراليا زي ما احنا عارفين كويس جدا أن هي بتربي أعداد كبيرة جدا من أغنام المارينو برضو من المنتجات الحيوانية الجلود والجلود أنا بتقوم عليهم صناعات للجلدية وصناعة الملابس الجلدية والأحزية وغيرها وعارفين أن مصر من الدول اللي بتصدر الجلود بكميات كبيرة إلى الهند الدواجن الدواجن بتنتشر تربيتها في معظم دول العالم وقلنا أن الدواجن بيتم الاستفادة من لحومها وبيضيها وتسد العجز أيضا في إنتاج اللحوم وأولى دول العالم تربية للدواجن هي الولايات المتحدة الأمريكية أيضا البرازيل وإستراليا والصين وأيضا عندنا في الدول العربية السعودية وتونس ومصر الأسماك يريد نركز شوية في الأسماك عندي في الأسماك بصنف ثلاث أنواع من الدول في دول منتجة للأسماك دول مصدرة للأسماك أيضا عندنا الدول اللي هي عندها إنتاج سمكي كبير جدا جدا نشوف كده أكثر دول العالم إنتاجها للأسماك هي الصين ليه؟ لو قالي بما تفسر تعبد الصين أولى دول العالم إنتاجها للأسماك حاوله بسبب طول مصايدها أو طول سواحلها على المحيط الهادي أيضا امتلاك الصين العديدنا الأنهار أنا فيها نهر اليانج تسي والسيك يانج والميكونج وأمور وأيضا هنا عندنا هوان جهو وفيها البحيرات والمزارع السماكية وحقول الأرز اللي بربه فيها الأسماك يبقى فعلا الصين أولى دول العالم إنتاج الأسماك ولي بتنتج ما يقرب من سلسل إنتاج العالمي من الدول المنتجة للأسماك أيضا أندونيسيا من الدول المنتجة للأسماك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية طب ليه الولايات المتحدة وأندونيسيا من الدول المنتجة للأسماك بكميات كبيرة؟ برضو بسبب طول سواحلها وتطور أساليب الصيد وحفظ وتعليب الأسماك طب كده احنا اتكلمنا عن الدول منتجة الأسماك ولكن لو جاء للدول المصدرة الأسماك أولى دول العالم تصدير الأسماك أيضا هي الصين في أيضا عندي من الدول النرويج وطايلاند بس نخلي بقى لنا كويس النرويج دولة أوروبية لكن هنا الصين وطايلاند دول أسيوية ده سؤال ممكن يجيلي عن اللواء الإنتاج وأولى الدول المنتجة في اللي هي الصروة الحيوانية هنا ممكن يجيبلي في المعادن؟ نعم يقولي مثلا مقولة دول العالم إنتاجا للحديد طبعا الحديد زي ما احنا عارفين كويس جدا جدا أكثر الدول إنتاجا له هي دولة الصين ومن أسباب نجاح صناعة الحديد في الصين هو طبعا توافر الفحم وهي من أكثر دول عالم إنتاجا له النحاس طبعا دولة تشيلي وتشيلي زي ما احنا عارفين دي إحدى دول قارة مين؟ أمريكا الجنوبية طبعا تشيلي من الدول الرئيسية المنتجة للنحاس يليها الصين يليها دولة بيرو وبيرو أيضا في غرب أمريكا الجنوبية طب البوكسايد زي ما اتفقنا ولسه شرحنا قلنا أستراليا هي أكثر دول عالم إنتاجا للبوكسايد ده لو جالي السؤال مثلا ما قولت دول المنتجة سواء لمعادن أو لسروات حيوانية طب ما برضو ممكن يقولي ما قولت دول المنتجة هنا في مصادر الطاقة بالنسبة للفحم الفحم الأولى الصين ثم الولايات المتحدة ثم الهند والهند نخلي بالنا ممكن يجيلي فاعس سؤال في الفحم يقول لي يتركز إنتاج الفحم يتركز إنتاج الفحم في الهند في منطقة gehadب الدكن يتركز إنتاج الفحم في الهند في منطقة gehadب الدكن طب البترول المملكة العربية السعودية هي أولى دول العالم إنتاجاً للبترول طب المركز الثاني في البترول روسيا الاتحادية المركز الثالث الولايات المتحدة وإحنا لما تكلمنا عن البترول ممكن يجيلي سؤال مهم جداً في البترول وليه بما تفسر يعد البترول أهم مصادر الطاقة في العالم في الوقت الحاضر ليه؟ ليه البترول أهم مصدر طاقة؟ قلنا لأنه ترتبط به التنمية الاقتصادية والاجتماعية يعني لو نظرنا الدول الخليج مستوى الرفاهية ومستوى المعيشة المرتفعة السبب فيه هو مين؟ البترول لو نظرنا للنهضة الاقتصادية والاستثمارات عندهم سببها البترول يبقى فعلا البترول ترتبط به التنمية الاقتصادية والاجتماعية أيضا البترول أكثر مصادر الطاقة تأثيراً في العلاقات السياسية الدولية والدليل على ذلك لما اخذنا حرب اكتوبر قلنا ان في حرب اكتوبر الدول العربية استطاعت استخدام سلاح النفط استخدام اقصى من رائع عندما قاموا بخفض انتاجه ثم تطبيق الحظر الكامل على صادرات النفط للولايات المتحدة وده كان ليه تأثير في اللي هو تحقيق الناصر يبقى معنى كده فعلا ان البترول مهم جدا كمصدر للطاقة ايضا البترول تخرج منه كثير من المشتقات عند تكريره ده البنزين زي السولار زي الغاز الطبيعي ايضا البترول يشكل مع الغاز الطبيعي 55% من الطاقة المستهلكة في العالم طب لو جاء اللي هنا الدولة الاولى في انتاج الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي اولى دول العالم هي الولايات المتحدة الامريكية واتكلمنا في الحلقة الماضية وقلنا ان دول العالم كلها بدأت تلجأ للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي ليه؟ قلنا لانه مصدر طاقة نظيف غير ملوس للبيئة وسهل في نقله وايضا الغاز الطبيعي ممكن نستخدمه استخدامات في المنازل او في المصانع او كوقود للسيارات بديلا عن البنزين الطاقة النووية طلبة كتير جدا بتغلط في الجزئية بتاعت الطاقة النووية لما يقول لي هنا اولى القارات انتاجا للطاقة النووية هنا يتطرق لزهنه الولايات المتحدة بامريكا الشمالية لا اكثر قارات العالم انتاجا للطاقة النووية قارة اوروبا ولذلك اوروبا تتصدر قارات العالم في مصدرين للطاقة في الغاز الطبيعي وفي ايضا الطاقة النووية هنا نقوم مرتين تأتي اوروبا في مقدمة قارات العالم انتاجا للغاز الطبيعي والطاقة النووية اوروبا بتنتج سلسة انتاج العالم من الغاز الطبيعي ورغم ذلك الدولة الوجودة في الإنتاج من خارجها للولايات المتحدة طاقة الرياح احنا عارفين طاقة الرياح دي من الطاقات النظيفة المتجددة وطاقة الرياح تستخدم على نطاق واسع جدا في الدول المتقدمة في غرب أوروبا عندنا بريطانيا وفرنسا وفي الولايات المتحدة أيضا تستخدم الطاقة اللي هي الرياح بصورة واسعة جدا احنا عندنا فيه خمس دول عربية بدأت تنتج الكهرباء من طاقة الرياح تأتي مصر في مقدمة خمس دول عربية انتاجا للكهرباء من طاقة الرياح وإحنا عندنا محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح كبيرة جدا اللي هي محطة الزعفرانة اللي هي في طريق العين السخنة دي من المحطات الكبيرة جدا عندنا ولازم نركز كويس إن ألمانيا ألمانيا تقوم بتمويل الاستثمارات في مجال الطاقة عندنا خاصة في طاقة اللي هي الكهرباء المولدة من الرياح أو اللي هي من الطاقة الكهربائية الحرارية المتولدة من الغاز الطبيعي والبيترول وأيضا الفحم ده بالنسبة لهذا السؤال لما يقولي ما أقول الدول المنتجة سؤال آخر في التاريخ يقولي بما تفسر بما تفسر سقوط الادعاءات المزيفة باستقلال مصر عقب حادث 4 فبراير 1942 السؤال ده فيه كلمتين مهمين جدا ادعاءات مزيفة وحادث 4 فبراير ايه معنى كلمة ادعاءات مزيفة يعني دي ادعاءات باطلة يعني اضحك علينا بكلمة استقلال في ذلك الوقت طب ايه الدليل اقوله حادث 4 فبراير طب ما نفتكر حادث 4 فبراير 1942 احنا قلنا حادث 4 فبراير او حادث القصر 4 فبراير 1942 قامت الدبابات البريطانية بايه بمحاصرة قصر عبدين ليه لإجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس رئيسا للحكومة يبقى هنا الانجليز اتدخلوا انتوا ازاي انجليز قواتكو تبقى في منطقة قناة السويس حسب معاهدة 36 وازاي قواتكو تيجي من الاسماعيلية ومنطقة القناة الى القاهرة وتحاصر قصر عبدين وبتكبر الملك على انه يعين حكومة جيدة برئاس مصطفى النحاس اذن ده تدخل في شؤون مصر منين انتوا بتقولونا ان انتوا حصلتوا على الاستقلالة مصريين ومنين بتحاصروا الملك ومنين بتكبروه يختار رئيس وزراء على هواكم في ذلك الوقت ولذلك السؤال ده حنقول اجابته ايه لما قولي سقوط الادعاءات المزيفة باستقلال مصر اقول كده بسبب تدخل انجلترا لاجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس رئيسا للحكومة المصرية طب الجزئية دي خدناها فين في اول سبب من اسباب ثورة 23 يوليو 1952 السبب الاول لثورة 23 يوليو بيقول ايه استمرار الاحتلال البريطاني لمصر وتدخله في شؤون مصر الداخلية طب ايه الدليل على استمرار الاحتلال قوله الدليل حادث 4 فبراير لما قامت الدبابات بمحاصرة قاصر عبدين لاجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس السؤال التاني بيقولي بما تفسر قيام ثورة 23 يوليو 1952 خدق قاعدة انت هتاخد في الترم ده او الفصل الدراسي الثاني ثلاث ثورات ثورة 23 يوليو 1952 وثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 أي ثورة في الثورات الثلاثة في سببين مشتركين يعني قواصم مشتركة بين الثلاث ثورات هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 48 طب هو هزيمة الجيش قدت الى ثورة نعم ليه لان احنا عارفين ان الضباط في الجيش المصري في حرب 48 عارفين الحرب دي قامت على جولتين الجولة الاولى في حرب فلسطين 48 الجيوش العربية حققت انتصار رائع وكاد ان يكون انتصار حاسم لو لا تدخل الولايات المتحدة وطلبت من مجلس الامن اصدار قرار بوقف القتال وعقد هدنة وهنا زي ما قلنا ان الهدنة دي تم الاتفاق فيها على ايه؟ وقف القتال لمدة شهر وايضا ان لا يقوم اي من الطرفين سواء العرب يعني الجيش المصري والجيوش العربية لمعاه او اليهود بالتدريب او التسليح او جلب اللي هو طبعا المتطوعين والمحاربين قلنا ان هنا العرب التزموا بالهدنة لا تدربوا ولا تسلحوا ولا جابوا متطوعين او جنود جدد ولكن استغل اليهود الهدنة في تسليح وتدريب جيوشهم بمساعدة من الولايات المتحدة وبريطانيا وهنا الجيش المصري لما استقنف القتال في الجولة التانية لقفوا جئنا بان هنا اليهود اتسلحوا وتدربوا فطلبنا صفقة سلاح فجدت لنا صفقة الاسلحة الفازدة وصفقة الاسلحة الفازدة دي طبعا حصل فيها عمولات كبيرة جدا من رجال القصر وحشية الملك فده كان من اسباب ظهور تنظيم الضباط الاحرار اللي حيقوم بثورة 23 يوليو فاحنا لم يمكن يجيلي في الجزئية دي يقول ليه؟ ليه تهزم الجيش المصري في حرب فلسطين 48؟ هقول له بسبب صفقة الاسلحة الفاسدة اتنين استغلال اليهود شهر الهدنة في تدريب وتسليح جيوشهم وجلب المتطوعين والمحاربين ومساعدة الولايات المتحدة وبريطانيا لليهود وعدم استعداد الجيش المصري والعربي للحرب عسكريا السبب الثالث لثورة يوليو فساد النظام الملكي واستبداد الملك فاروق وحاشيته طبعا هنا النقطة دي ممكن يجيلي عليها سؤال يقول لي دلل دلل على فساد النظام الملكي واستبداد الملك فاروق وحاشيته قالوا الدليل على ذلك عقد العديد من الصفقات المشبوهة زي صفقة الاسلحة اللي بيها الفاسدة وايضا الصراع على السلطة وعدم وجود حياة ديمقراطية وايضا الصراع بين الأحزاب كل ده دليل على فساد نظام الحكم في ذلك الوقت الصراع بين الأحزاب السياسية أدى إلى عدم وجود ديمقراطية النقطة التانية ما عملش سياسات ليه اللي هو الإصلاح ايضا عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة من أسباب ثورة يوليو ازاي بتقول لنا عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة لأن فيه ثلاث حاجات يدلوا أنه ما كانش ديمقراطية قبل ثورة 23 يوليو أولاً لازال الاحتلال موجود لا يمكن يكون في احتلال وفي ديمقراطية لأن الاحتلال ده عكس الديمقراطية ما فيش حرية أيضاً ما فيش ديمقراطية ليه قبل ثورة يوليو لأنه فيه نظام ملكي والنظام ملكي يعني وراسي يعني ما فيش اللي هو طبعاً آلية الانتخابات أيضاً ما فيش ديمقراطية ليه زي ما قلنا بسبب الصراع بين الأحزاب السياسية يبقى ممكن الجزئية دي الوحدات يجي برضو سؤال يقول لك ما تفسر عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة قبل ثورة يوليو يقول له بسبب استمرار الاحتلال بريطاني اتنين وجود النظام الملكي ثلاثة الصراع بين الأحزاب السياسية أيضاً تدهور الحياة الاقتصادية لمصر الأحوال الاقتصادية تدهورت فكانت سبباً للثورة وده أهم جزئية عندنا نركز عليها ليه تدهورت الأحوال الاقتصادية لمصر قبل ثورة يوليو على طول اتجه بتفكيري إلى معاهدة مين؟ برافو ستة وتلاتين معاهدة ستة وتلاتين اللي جعلت مصر ميدان لمعارك الحرب العالمية الثانية واستنزفت موارد البلاد وأرهقت الاقتصاد المصري وزادت من معاناة أفراد الشعب ليه؟ لأن معاهدة ستة وتلاتين لو تذكرنا في الفصل الدراسي الأول الشرط الثاني والثالث في المعاهدة كانوا كارسة الشرط الثاني كان بيقول ليه نتذكر أن تضع مصر مطاراتها وموانيها وطرق مواصلاتها والسيك الحديدية تحت تصرف قوات انجلترا والحلفاء في الحرب مطارات ومواني وطرق وسيك حديدية في خدمة انجلترا يعني اقتصاد البلد كله نصالح الحلفاء طب والشعب يأكل منين؟ الشرط الثاني اللي كان كارسة برضو يقول ليه؟ تتعهد مصر كمان نتعهد؟ آه ببناء السكنات وصيانة الكبار والمطارات لقوات الحلفاء في حالة الحرب يعني من الآخر اقتصاد البلد مسخر لخدمة بريطانيا والحلفاء ولذلك بنقول تدهورت الأحوال الاقتصادية بسبب توقيع معاهدة 36 التي جعلت مصر ميدانا لمعارك الحرب العالمية الثانية وتركز يدي كويس لانا بجيبها لك في صوت يقول لك ايه؟ جعلت معاهدة 36 مصر ميدانا لمعارك الحرب العالمية الأولى قلو خطأ الحرب العالمية الثانية لان الحرب العالمية الأولى انتهت 1918 من أسباب ثورة 23 يوليو سوء الأحوال الاجتماعية الأحوال الاجتماعية؟ نعم ليه الأحوال الاجتماعية ساءت قبل ثورة يوليو؟ خلوا بالكم احنا بنقول كل سبب والأسئلة اللي ممكن تيجي عليه لو قالي بما تفسر سوء الأحوال الاجتماعية في مصر قبل ثورة يوليو اللي بسبب ظاهرة الإقطاع التي جعلت فئة قليلة من المجتمع تملك وتستبد بالفلاحين في زراعة الأرض يبقى هنا ظاهرة الإقطاع دي كانت ظاهرة يعني وصم تعار في جبين المجتمع في ذاك الوقت لدرجة ان المؤرخين في ذلك الوقت أطلقوا على المجتمع المصري مجتمع النصف في الماء ليه؟ لأن نصف في المية ما كملوش واحدة في المية بيمتلكوا تسعة وتسعين في المية من الأراضي الزراعية وبيسخروا الفلاحين في زراعة هذه الأراضي إذن من أسباب سوء الأحوال الاجتماعية ظاهرة الإقطاع التي جعلت فئة قليلة من المجتمع تملك وتستبد بالفلاح في زراعة الأرض من أسباب سوء الأحوال الاجتماعية الأحزاب إذن الأحزاب دي كان لها دور رئيسي في تدهور حياة السياسية والاجتماعية في مصر قبل ثورة يوليو الصراع بين الأحزاب، الأحزاب اللي وظيفتها أصلا تقدم برامج وخطط للإصلاح في الدولة إحنا فوجينا بأن الأحزاب قبل ثورة يوليو كانت تتصارع على مصالحها الخاصة فبالتالي هنا مقدمتش أي سياسات أو برامج أو خطط لإصلاحها للمجتمع فتدهورت الأحوال الاجتماعية في مصر قبل ثورة يوليو ولذلك اللي بيركز معانا لما جينا قلنا إنجازات ثورة يوليو في المجال السياسي كان أول إنجاز سياسي اللي هو الغاد دستور 23 وحل الأحزاب السياسية الأحزاب السياسية اللي اتحلت في يانير 53 لأنها فعلاً الأحزاب كانت أحد أسباب فساد النظام الحاكم في ذلك الوقت ده سؤال مهم جداً اللي هو سؤال قيام ثورة 23 يوليو 52 إحنا شرحناه بالتفصيل وكل الأجزاء اللي ممكن تيجي عليها أسئلة فيه سؤال آخر بيقول هنا بما تفسر قيام العدوان السلاسي على مصر عام 56 أتمنى أتمنى التركيز جداً جداً في هذه بوزقية العدوان السلاسي على مصر لازم يجي لك فيه السؤال في الامتحان وتركز شيء كويس جداً أولاً يعني إيه عدوان سلاسي؟ يعني اعتداء من ثلاث دول على دولة واحدة مين الثلاث دول؟ الثلاث دول بريطانيا، فرنسا، الكيان الصهيوني أو ما يدعى إسرائيل ليه قام العدوان السلاسي؟ أكيد كل دولة في دول جات لسبب يبقى أنا خلاص عرفت ثلاث دول سيضربونا أكيد كل دولة جاية لسبب طب ما تيجوا نشوف دولة دولة منهم هتيجي ليه عندنا تضربنا في العدوان السلاسي 56 بسبب تأميم مصر لقناة السويس آه تأميم شركة قناة السويس ده أضر بمصالح مين؟ برافو عليكم بريطانيا وإحنا عارفين التأميم ده كان قرار سياسي وكان يوم 26 يوليو 56 يوم مجيد في تاريخ مصر وعلى فكرة يعني اليوم ده شعرنا به جدا جدا في الأشهر الماضية والأسابيع الماضية لما تم تعويم السفينة إيفل جرين اللي هي طبعا شحطت في قناة السويس فكان سمينا اليوم ده يوم التعويم زي يوم التأميم وكان نجاح ليه لهم المصريين في أنهم يثبتوا للعالم كفاءتهم في إدارة القناة سنة 56 وسنة 2021 بسبب تأميم مصر لشركة قناة السويس تأميم شركة قناة السويس ده أدى إلى إيه؟ اشتراك بريطانيا في العدوان السلاسي طب ما ده ممكن يجيلي سؤال آخر يقول لي ما العلاقة بين قناة السويس والعدوان السلاسي أقول له كده من أسباب العدوان السلاسي تأميم مصر شركة قناة السويس التي أدت لاشتراك بريطانيا في العدوان على مصر السبب الثاني عقد مصر صفقة الأسلحة الشرقية الجزئية دي برضو خدناها آه خدناها في سورة يوليو من إنجازات سورة يوليو في المجال الدولي عقد مصر صفقة الأسلحة الشرقية إيه صفقة الأسلحة الشرقية دي؟ دي صفقة عقدتها مصر مع الكتلة الشرقية متمثلة في الاتحاد السوفيتي ليه لتزويد مصر بالأسلحة ليه لمواجهة أطماع إسرائيل في المنطقة العربية ولذلك أول ما عقدنا صفقة الأسلحة الشرقية على طول تجنينة إسرائيل وقررت الاشتراك في العدوان السلاسي فممكن يقول لي هنا إيه ما العلاقة بين سياسة التسلح التي قامت بها مصر في الخمسينيات والعدوان السلاسي هقول له كده من أسباب العدوان السلاسي عقد حكومة الثورة صفقة الأسلحة الشرقية وتزويد مصر بالأسلحة السبب الثالث مسندت مصر الثورة الجزائرية الثورة الجزائرية؟ آه الثورة الجزائرية انطلقت من القاهرة وده من إنجازات ثورة يوليو في المجال العربي إن ثورة يوليو ساندت الشعوب العربية في نيل استقلالها والدليل ساعدنا ثورة الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي فقررت فرنسا الاشتراك في العدوان السلاسي على مصر يبقى من أسباب العدوان السلاسي مشاركة مصر في تأييد ومسندت الثورة الجزائرية ضد مين؟ فرنسا فممكن برضو يجيلك السؤال بصيغة ما العلاقة؟ يقول لك ما العلاقة بين حركات التحرر الوطني في الجزائر والعدوان السلاسي؟ حركات التحرر الوطني يعني لا الثورات هقول له كده نتيجة لمساندة مصر حركات التحرر الوطني في الجزائر قررت فرنسا الاشتراك في العدوان السلاسي على مصر يبقى إذن يا جماعة ده لا بنسميها أسباب العدوان إيه؟ السلاسي طيب هنا السؤال اللي بعده فشل العدوان السلاسي يبقى أنا جبتلك السؤالين دولوا ربعض وتتوقعوا واحد من الاثنين في الامتحان لازم يجيلك في العدوان السلاسي لأني جزئية فيها فخر واعتزاز بصمود الشعب وصمود الجيش وهو فترة العدوان السلاسي ليه فشل العدوان السلاسي على مصر؟ تلت دول بيمثلوا الكتلة الغربية ما يدروش على مصر في العدوان السلاسي؟ لا طب ليه؟ ليه فشل هذا العدوان؟ أولا بسبب المقاومة الباسلة يعني المقاومة الباسلة للشعب والجيش وصلابة القيادة شعب مين ده؟ شعب بورسعي المدينة الحرة المدينة الباسلة اللي صمدت صمود أكثر من رائع أمام العدوان السلاسي عام 56 خاصة أمام القوات البريطانية والفرنسية اللي ضربوها من البر والبحر والجو ولكن صمود هذا الشعب بالإضافة إلى صمود قياداته والجيش في ذاك الوقت منع القوات الإنجليزية الفرنسية اللي هم يكملوا في القناة ومنعهم من الوصول اللي اسمعيلية يبقى أنا ممكن أجيبك هنا سؤال أكمل في نقطتين أقولك ايه؟ ظهرت بطولة أهالي مدينة نقط أثناء العدوان السلاسي أقولهم بطولة أهالي مدينة بورسعي وبكرة أجيب لك بصيغة تانا أقولك إيه بقى؟ فشرت القوات البريطانية والفرنسية في العدوان السلاسي في الوصول إلى مدينة أقولهم الإسماعيلية من أسباب أيضا فشل عدوان السلاسي تهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل عسكريا اللي اتحاد السوفيتي هدد بالتدخل ليه؟ نحن عارفين أننا كنا جايبين صفقة الأسلحة من الكتلة الشرقية اللي بتزعمها الاتحاد السوفيتي فبالتالي الاتحاد السوفيتي هدد بالتدخل العسكري لما هدد بالتدخل ده كان ليه دور كبير جدا في فشل عدوان ونخلي بالنا ما يقول ليش في الصح والغلط فشل العدوان السلاسي على مصر بسبب تدخل اللي اتحاد السوفيتي عسكريا غالط هو هدد بالتدخل ولم يتدخل عسكريا أيضا من أسباب فشل عدوان السلاسي تنديد تنديد الأمم المتحدة بالعدوان إيه تنديد دي؟ تنديد يعني رفض بشدة تنديد الأمم المتحدة بالعدوان إنهم رفضوا العدوان على مصر ورفض الولايات المتحدة الأمريكية للعدوان واستخدام القوة في حال المنازعات فأنا عايزك تحفظها بسهولة أول ما يقول لك فشل عدوان السلاسي يقول كده صمود تهديد رفض تنديد صمود تهديد رفض تنديد صمود الشعب والجيش وصلابة القيادة بورسعيد تهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل عسكرين ضد العدوان رفض الولايات المتحدة للعدوان واستخدام القوة تنديد الأمم المتحدة بالعدوان طب ما ممكن يجيلي السؤال برضو هنا أقولك إيه؟ أثبت صحة العبارة أو دلل على صحة العبارة كان للموقف الدولي دوراً بارزاً في فشل العدوان السلاسي أقول له الثلاث مواقف اللي هو تهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل عسكرياً تنديد الأمم المتحدة بالعدوان رفض الولايات المتحدة استخدام القوة في حل المنازعات ده سؤال مهم جداً عن العدوان السلاسي السؤال اللي بعد ما تفسر وقوف مصر بجانب سوريا ضد الاعتداءات اللي هي الإسرائيلية عام 67 ليه وقفت مصر بجانب سوريا ضد الاعتداءات الإسرائيلية عام 67 طبعاً ده لسبب مهم جداً أن مصر وسوريا كان بينهم اتفاقية اسمها اتفاقية الدفاع المشترك وتخلي بالك جداً جداً بيضحك عليك في الامتحان يقولك أعلنت مصر عام 67 وقفها بجانب سوريا تطبيقاً للوحدة بينهما أو له خطأ الوحدة أصلاً انتهت سنة 61 بالفشل زي ما قلنا وإحنا عارفين الوحدة دي من نتائج العدوان السلاسي الوحدة بدأت فبراير 58 وانتهت عام 61 ولكن هنا جماعة اتعاملت اتفاقية الدفاع المشترك عام 66 فلما يقولي كده ليه مصر أعلنت وقفها بجانب سوريا ضد الاعتداءات الإسرائيلية عام 67 قلو بسبب اللي هو تنفيذاً لاتفاقية الدفاع المشترك سؤال أخير يقولي هنا بما تفسر قيام حرب السادس من أكتوبر 73 حرب العزة والكرامة حرب استرداد الأرض حرب استرداد الثقة للمقاتل المصري ليه قامت حرب أكتوبر طبعاً زي ما اتفقنا قلنا إن إسرائيل رفضت كل نداءات السلام الدولية ومن أبرزها قرار 242 أو قرار 242 قرار 242 اللي كان بيمص على إيه؟ انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها في 5 يونيو 67 وإنهاء حالة الحرب واحترام كل طرف سيادة واستخدار الطرف الآخر وحرية الملاحة في الممرات الدولية وتسويات مشكلة اللاجئين وإقامة مناطق منزوعة السلاح كله كان قرار أكثر من رائع رحبت به مصر والدول العربية وإسرائيل امتنعت عن تنفيذه ولذلك إحنا قمنا بحرب أكتوبر بسب رفض إسرائيل كل النداءات السلام الدولية وعدم تنفيذها قرارات مجلس الأمن رقم 242 أيضاً السبب الثاني لحرب أكتوبر هو تصميم مصر وسوريا على إزالة آثار نكسة 5 يونيو 67 وإصرار مصر وسوريا على استرداد سيناء والجولان دي لأسباب حرب السادس من أكتوبر طب لو قال لي ماذا يحدث إذا قامت إسرائيل بتنفيذ قرار 242 كانت انتهت حالة الحرب بين العرب وإسرائيل كانت انسحبت إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها في 5 يونيو 67 وهي سيناء والضفة الشرقية لقناة السويسي مصر والجولان في سوريا وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس بفلسطين أيضاً لم تقم حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 73 دي كانت مجموعة من الأسئلة اللي حبينا نتناقش مع بعض فيها وتطرقنا إلى جوانب في أسئلة متعددة إن شاء الله نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات الخوافة الإلكترونية التي تقوم تحت إشراف وزارة شباب والرياضة بقية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي ووزارة تربية والتعليم بقية الأستاذ الدكتور طارق شوقي وإشراف الأستاذ ساد مصطفى مؤسس القافل التعليمية في مدير تحرير أرام مسائي وأيضاً تنفيذ إدارة البرلمان والطلاع والشباب وزارة شباب والرياضة شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة